هذه سلة الرابعة للمواد الغذائية لهذا العام تم تجهيزها للمواطنين بشكل انسيابي ومتكامل حيث انجزت ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع ذيقار كامل حصتها للوكلاء وعلى مدار الساعة باشرة فرع ذيقار لتجارة المواد الغذائية بتجهيز الحصة الرابعة من السلة الغذائية لسنة 2023 حيث وصلت نسبة التجهيز لأغلب وأكثر المدن في محافظة الذيقار وصلت نسبة التجهيز إلى 75% جتنا أربع وجبات استلمناها كاملة وبس شغلت بالنسبة للطحين الطحين شوية قاعد يتأخر الطحين لو شوية قدمونه مثل كل شهر ياريت شوية معاناة للناس لأن أكثر شيء الطحين قاعد يتأخر المواطنون من جميع المدن والأقبية والوكلة أكدوا على تعاون كوادر فرع ذيقار لتبسيط الإجراءات في الدخول واستلام المواد الغذائية كاملة لتوزيعها على المواطنين بموعدها المحدد كمية أدت إلى استقرار السوق والحالة الفقير جاي مستفاد من استقرار السوق أحسن من كان فيه قبل قبل ما يستقر السوق ونحن نطلب زيادة الكمية وتحسين نوعيتها وخاصة نوعية المعجون وتحسين نوعية التمن من ناحية المواد اللي جاي الطب للوكلة والله ما لطلع يعني نوعيات جيدة ونوعيات خير من الله استلمنا البيض استلمنا البقولية استلمنا الشكر التمن باقي المواد كلها يعني شيء أمور بس بقت شغلة الطحين جاي تأخر بصورة غير جيدة للعراقية الإخبارية محمد الهلالي الناصرية